سنخصصه لكرة القدمة الدولية التي ندخلها من البوابة الإسبانية والبداية بنادي برشلونة الذي واصل الإبهار بخماسية في عقر الديار خماسية كبيرة وتؤلق كبير لنادي برشلونة الذي جمع لحد الآن 27 نقطة متقدما على ريال مدريد بـ 24 نقطة عمر بالضبط فوز مهم لبرشلونة قبل أسبوع سيكون صعب وملئ بلقاة الحسيمة برشلونة صراحة خماسية تؤلق ديمن ليفاندوفسكي لسجل هدفه 11 و12 هدو السنة في الليغة في الدوري حتى أنه الحق لرقم قياسي اللي كان بحوزة ميسي سنة 2019 إذا ما خطنيش ذاكري يعني يسجل عدد أهدف كبير في الجولة الأولى نظن أنه هانسيف ليك وجد صراحة تشكيلة حتى لو كان فيها بتي بروبلة وين فليشوف موت كان أصيب اللاعب غارسيا وعودوا أنصفاتي ولكن رغم ذلك فريق برشلونة كان ممتاز تفوز بخماسية قبل موجات بيرمينيخ ثم لكلاسيكو ممريل مدريد أمر مهم ومهم جدا وكان فيها عدة أمور مثلا عودة قافي أيضا كان عدة أمور ميزة لقاء برشلونة سنتحدث عنها عمر ولكن يجب أن نتوقف عندما فعله روبل ليفاندوفسكي الذي سجل مسيرة تاريخية لحد الآن تخيلوا أنه أصبح الهداف الثالث في الدوريات الخمسة الكبرى خلف من؟ خلف الأسطورة ليونال ميسي والعملاق كريسيانو رونالدو إذن ليونال ميسي 496 هدف الدوريات الخمسة الكبرى كريسيانو رونالدو 495 هدف والآن روبل ليفاندوفسكي يتجاوز جيرد ميلر ويصل إلى 366 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى إنجاز كبير يا ميدو نعم إنجاز كبير وكبير جدا بالنسبة لي روبر ليفاندوفسكي الذي يبدو أن هدفه هو الوصول إلى 100 هدف مع برشالون وما بعد موسم إذا استمر راح ممكن أنه يلحق الهدف دياله 366 هدف تجاوزه غارد ميلر مسجد 13 هدف هذا الموسم في الدوري 12 هدف وثميرتين حاسيمتين كان في 14 هدف وجد ضلته هذا الموسم مع المدرب هانسي فليك اللي يعرفه جيدا إذا المشكل كان في تشافي الموسم الماضي ميدو ممكن المشكل كان في كل فريق كله لا بالنسبة لأداء ليفاندوفسكي لا المشكل كان في المنظوم في منظومة اللعب وظهر هذا الشيء إنه مشكل الموسم الماضي لما تشوف لي تل ممكن الكورة ما تلحقش كتير كان يحاول القيام بأدوار را يتقنوا كان يحاول يخرج يلعب صحابه هذا الموسم في العمودية في اللعب دايما يكون داخل 18 دايما أليمونتي يامين يامال رافينيا وبيدري اليوم ما عودت لعب الأخارين في وسط الميدان تصور أنه أمز لم يدخل لفرانكي دو يونج ولا ضاني أولمو طيلة لمباراة رغم ضاني أولمو مفهوم عائد من الإصابة لكن فرانكي دو يونج يبدو أن أيامه أصبحت معدودة في بارشلونة من هنا إلى الصائفة المقبلة في ظل تألق كل هذه اللعبين في وسط الميدان عودت قافي ميدو وتسلمه لإشارة القيادة بعد عام كامل من الغياب أردنا الصورة من فضلك تفضل نعم قرابة سنة من الغياب قافي سيلة لامة بارشلونة روح بارشلونة والأداء اللي قدمه والعطاء الغازير اللي يعطيها خاصة هذه القيتالية والقرينطة فوق أرضية الميدان اللي ما توجدش في لعبين آخرين هذه الصورة لما هذه تغريدة بوسكات سكيالي غريا فولفير أفرتي خوغار يالها من سعادة بمشاهدتي لك تعود لتلعب من جديد هجوم ناري لبارشلونة منذ بداية الموسم سعود ثلاثين هدف البطول نعم وثاني أقوى هجوم هو هجوم باير مينيخ لا سعود ثلاثين كل منافسات سعود ثلاثين هدف كل منافسات متبوع بنادي باير مينيخ الذي سجل سبعة وثلاثين هدف إذن أقوى هجوم أوروبي هذا الموسم ونادي بارشلونة نعم شوف قلنا أنه مقارنة بالموسم الماضي والموسم الثلاثة السابقة بارشلونة يعيش استفاقا ولكن دائما نعود إلى أرض الواقع في مبارتين شاهدنا بارشلونة مع فاريق اللي يلعب هجمات معاكسة هما بارشلونة الآن يلعب بدفاع متقدم هذا الأمر لو يطبقه أمام باير مينيخ ستكون مخطرة كبيرة لو يطبقه أمام ريال مادريد اللي عنده رودريغ وعنده بابي وعنده فينيسيوس ستكون مخطرة كبيرة ولو أني لا أعتقد أنه سيلعب بنفس الطريقة سيغير الكثير من الأمور الآن سيواجه نادي باير مينيخ يجب أن يضع اللاعبون أرجلها مع الأرض لأن باير مينيخ لا يمكن أن تقارنه بإشبيليا أو بالأنديا التي وجهها نادي بارشلونة في الدوري الإسباني غدا أو يوم الأربع عفوا إن فاز بارشلونة بأداء مقنع على باير مينيخ سيكون مرشحا فوق العادة للتتويج بلقب الليجة وحتى في ربطة أوروبا إذا فوزت على نادي باير مينيخ هل تعتقد أن نادي بارشلونة قادر على الانتقام من باير مينيخ بعد ما حدث له في الأحدى عشر سنة الأخيرة نعلم جيدا بأن الفريقين التقيا في تسع مناسبات بارشلونة لم يفز إلا في مباراة واحدة وتلقى الصفعات تلوى الصفعات أعطيك الإحصائيات أمين نتحدث عن خمس مرات بارشلونة يخسر أمام الباير بنتيجة 3-0 في خمس مباراة بارشلونة يخسر أمام باير بنتيجة 3-0 هذا أمر لم يحدث مع أي فريق آخر وفي مرة تلك الهزيمة النكراء الشنيعة ثمن أهداف مقابل هدف واحد أبو أثنين أمين نعم شكرا على التصحيح هل تعتقد بأن بارشلونة قادر على محوهاتي الصفحة السوداء والمظلمة في التاريخ الكاتلوني؟ أكيد يبقى بارشلونة محمد قادر يعني قادر أكيد جاءت فترة جاز فيها باير ميونيخ كان مليح وتفوق على بارشلونة حتى لما كانت بارشلونة في أوج عطائها الآن تقدر جي فترة مع فليك بارشلونة يكون مليح يقدر يفوز على نادي باير ميونيخ نعطيك شيء تاني في المباراة الأخيرة في رابط أبطال أوروبا ولو أن المباراة تختلف والتحفيز لما تلعب أمام أسطن فيلا وتلعب أمام بارشلونة يختلف تماما أسطن فيلا فازوا على باير ميونيخ في المباراة الأخيرة في دور أبطال أوروبا لذلك كل شيء يبقى ممكن ولكن أن تفوز بنتيجة كبيرة على باير ميونيخ لا أعتقد ولكن يبقى شيء وارد لو فعلها بارشلونة قتلك في الغد لو قدم أداء يوم الأربع عفوا ولو قدم أداء جيد وفاز على باير ميونيخ الآن تقدر ترشحه بكل تأكيد هو الدوري منهد روش عليه لأنه برشلونة في أضعف مواسم ومرشح للتتويج بالدوري تقدر ترشح برشلونة في رابط أبطال أوروبا ولو أنه الموسم مازال طويل قتلك ربما شيء الوحيد لشوية ناقص في برشلونة وعمق الدكة عمر هل أنت متفائل ببرشلونة أمام الباير هل برشلونة موجود في خطر حقيقي أمام العملاق الباظاري وهجومه الناري باير ميونيخ للأسف هذه السنة لم يكن أداء مستقر سراحة نتكلم قبل توقف دولي مثلا 3-3 ضد فرانكفورت أمس هذا الأسبوع فاز بربعية أمام شتوتغارت لو تشوف باير ميونيخ خمام شتوتغارت تقول باللي المهمة ستكون صعبة لبرشلونة ولكن في نفس الوقت برشلونة نظن هذا الموسم مع هانسيفليك برشلونة أداء آخر هجوميا في المستوى ليفندوفسكي يتألق قادر على مقاراة الباير ميونيخ قادر ولكن لو يكون بأداء مختلف عن برشلونة موناكو لأن برشلونة موناكو في أول جولة كان خارج الإطار ولكن نظن أن مع تولي اللقاءات الفريق قدر يكسب شخصية بين قوسين كان ضياحها في السنة الماضية مع شافي ولكن نظن أمام باير ميونيخ منقش ممكن يسترجع النتائج اللي كان ينتقم النتائج اللي كان يخسر بها ولكن راح يكون اللقاء قوي ونرشح على برشلونة مقارنة بباير ميونيخ سيداتي سادتي ساحر برشلونة عاد إليكم من جديد بيدري ميدو نعم بيدري قدم موسمة رائعة هذا الموسمة خاصة أنه عمل فليك ممكن الجامعة يتحدث على فليك فليك موش وحده عنده طناشن واحد معه في السطا يجب أن يكون مير بخيباراتور فيزيكي في إسبانيا وأفضل محلل الفيديو من ألمانيا طاقم فيهم حتى ممارات خدم معهم طاقم موسع طاقم بكفاءات كبيرة أول شيء طلبوهم من بيدري بعد إشارة فيهم على برشلونة